داخلت التظاهرات في إيران شهرها الثاني مع اتساع رقعة الاحتجاجات ووصولها إلى عدة مدن ومحافظات وبينما تتدفق أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى الشوارع كل يوم زادت الأجهزة الأمنية وقوات الحرس الثوري والباسيج من عمليات القمع وهو ما أثار تضامنا دوليا وتنديدا واسعا بالإجراءات التي وصفتها منظمات حقوقية بالوحشية صحيفة واشنطن بوست وصفت انتفاضة الشعب الإيراني بالمذهلة وتستحق دعما عالميا نشطا في وقت يرى مراقبون أن الحركة الاحتجاجية الإيرانية لا تزال بحاجة إلى معتبره أوكسجين الدعم الشعبي من الولايات المتحدة وعدم السماح لإدارة بايدن بتجديد الاتفاق النووي الإيراني ورغم المخاوف من إجهاض الاحتجاجات كما جرى في الأعوام 2009 و2017 و2019 بعد أن قامت آلية القمع لنظام الملالي بملاحقة واعتقال قادة الاحتجاجات إلا أن هذه التظاهرات هذه المرة تبدو عفوية وبلا قيادة ما يعني أنه لا توجد بنية تحتية تستند لها إيران وتمكنها من تفكيك الانتفاضة الحالية صحيفة وولستريت جورنال من جهتها قالت إن زخم التظاهرات الإيرانية اليوم أثبتت بأنها أكثر ديمومة من التحديات السابقة لقادة طهران ويمكن أن تشكل لهم تهديدا مستمرا مع تفاقم الصخط الشعبي العميق الذي تمثله شريحة الشباب حيث سيواجه نظام طهران صعوبة في حكم هذا الجيل بعد أن لقيت الاحتجاجات دعما غير مسبوق من كل أطياف الشعب الإيراني على جميع مستوياته العمرية وتعيد هذه الانتفاضة الشعبية إلى الأذهان الثورة الشعبية الخضراء التي تفجرت عام 2009 بعد تزوير الانتخابات لصالح برشح الحرس الثوري أحمد نجاد قبل أن يقمعها النظام الإيراني بلا هوادة